أنا اسمي فريدة الشرقاوي أنا عندي 19 سنة بدرس في كلية الإعلام بماليزيا أنا أصغر مصرية عربية تسلقت قاعدة جبل أفرس هي الفكرة بدأت من فيسبوك جروب هو موجود على منصة الفيسبوك الجروب ده اسمه سيرفايفينغ حجاب هو بقاله حوالي خمس سنين دلوقتي هو أكبر فيسبوك جروب عليه بنات مقفول يعني كجروب كلوست جروب موجودة على منصة الفيسبوك في العالم كله الجروب ده عمل بارتنشيب مع شركة فيسبوك يعني منصة اسمها فيسبوك كوميونيتي ليدرشيب بروجرام ففيسبوك قررت أن هي يعني هتمنح الجروب بتاع سيرفايفينغ حجاب ده منحة عشان ينفذوا بروجيكتز يعني ينشروا بيها فكرة أن الحجاب مش عائق في الرياضة خالص ولا عائق في الشغل لأن في بلاد كتير قوي بتمنع البنات المحجبات زي بلجيكا مثلا ممنوع أن البنات المحجبات يكملوا دراستهم في الدراسة العليا في الجامعة فكل ده كانت من الحقوق الإنسان الطبيعية كواحدة أنها اختارت أنها تتحجب دي كانت حاجة مهمة قوي أنها توصل للعالم كله فعشان كده الرحلة دي لما اتعملت اتعملت من 14 ست من 11 دولة مختلفة وكنا مسلمات وغير مسلمات ومحجبات وغير محجبات عشان ننشر فكرة أن الحجاب بمفروض يكون في المجتمعات المختلفة في دول المختلفة حول العالم يعني أنا تم اختياري من ضمن البنات اللي يكونوا من الفيسبوك جروب ده أو من شركة فيسبوك في أن هما يدعموا حد زيي كنت صغيرة جدا في السنة ساعتها كان عندي 17 سنة وكان أصلا يعني لي هستري كبيرة في الرياضة في لعبة كورتستلة كنت بالعب في النيدي الأهلي وأنا صغيرة وبعد كده اعتزلت وبعد كده بدأت ألاقي نفسي في تسلق الجبال وأعتقد أن أنا ممكن أكون لقيت نفسي في حبي لتسلق أو رياضة تسلق الجبال لما بدأت أتسلق جبل موسى اللي موجود في سينة هنا في مصر بدأت أحس بشغف كبير قوي أن الواحد يكون بيعمل رياضة بيحبها وبيتعف فيها عشان في الآخر يوصل لجول معين عايز يوصله سواء الفيو أو أنه يحس أنه كان يعني بتعبه ده ويمكن ده ممكن يكون قريب شوية لشخصيتي يعني فبدأت ألاقي نفسي من هنا طلعت جبل موسى في سينة هنا حوالي مرتين ومن هنا بدأت أقرر أن دي حاجة أنا بحبها فكنت سعيدة قوي أن الفيسبوك أو الفيسبوك جروب ده قرر أنه هو يختارني من البنات الأولاية اللي كانوا سبونسرين يعني في الرحلة أعتقد أن أصعب حاجة ممكن تكون عدة هو إقناع أهلي فكرة أن أنا أتصلق قاعدة أعلى جبل في العالم هي قامش القمة بس يعني ستيل دي حاجة صعبة جدا 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 وريسك للموت موجود ما نقدرش ننكره وفي الآخر كان فيه طبعا تحفظات يعني على يعني لو الرحلة زي دي آمنة ولا لأ إيه مدى خطر يعني على صحتي في حاجة زي كده فصراحة عدت حوالي ثلاث شهور عبان ما أقنعت أهلي بس في العموم يعني أنا شاكرة قوي أن أنا موجودة النهاردة في بوابة أخباري اليوم أنها يعني منحت لي فرصة أن أنا أتكلم عن الرحلة هي قد شقة جدا 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 أنا طلعت من سنتين وما كانش فيه أي نوع من أنواع التخطية الإعلامية في مصر مع أن كل البنات اللي كانوا طلعوا معنا من أنحاء العالم كانوا فيه تخطية كبيرة جدا إعلامية عليهم يعني دوليا بشكل كبير ومن شركة فيسبوك ومن شركة نايكي كانوا عاملين كامبينز كبيرة عن الموضوع ده فأنا شاكرة قوي أن أخبار اليوم يعني منصة كبيرة زي دي يعني ديتني فرصة أن أنا أتكلم عن التجربة دي لأن هي فعلا فيها حاجات كتير جدا جدا يعني مفيدة وجميلة كتجربة يعني أن أنا أشاركها فدي حاجة أنا صراحة يعني فعلا ممتنة للقناة جدا 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 أنا موجودة النهارد ترجمة نانسي قنقر